في خطوة هي الأولى من نوعها أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا ضمن قائمة البلدان المتورطة في تجنيد الأطفال لتصبح بذلك أول دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي يتم إدراجها على هذه القائمة في خطوة من المرجح أن تزيد من تعقيد العلاقات المشحونة بالفعل بين أنقرة وواشنطن بحسب تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2021 قدمت تركيا دعماً ملموساً لفصيل السلطان مراد في سوريا وهو أحد الفصائل المسلحة التي تتهمها واشنطن بتجنيد الأطفال فأسست فرقة السلطان مراد التي صنفت أنقرة بسببها ضمن قائمة الدول المتورطة بتجنيد الأطفال في عام 2013 على يد الاستخبارات التركية ولعبت دوراً بارزاً للوجود التركي في سوريا تكمن أهمية الفرقة بالنسبة لتركيا في دورها بتغيير الهوية الثقافية في مناطق سورية تخضع لسيطرة أنقرة لأن الفرقة تضم التركمان كجماعة عرقية تحصل الفرقة على التمويل والتدريب العسكري والدعم الجوي من تركيا وتعد الفصيل الأكثر تشدداً من بين الفصائل التي توفر لها أنقرة الدعم العسكري واللوجستي وتتهمها منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين في أماكن تخضع لسيطرتها بسوريا وفقاً للتقارير الأممية تورطت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بسوريا في تجنيد حوالي 1316 طفلاً خلال خمسة أعوام فقط وقامت تركيا بإرسال نحو 380 طفلاً بعد تجنيدهم من قبل الفصائل الموالية لها في الشمال السوري للقتال في مناطق النزاعات المختلفة المتورطة فيها خاصة ليبيا الأمر الذي أدى إلى وفاة نحو 25 طفلاً منهم الممارسات التركية فيما يتعلق بظاهرة تجنيد الأطفال وإرسالهم للحروب ليست بجديدة والولايات المتحدة تدرك الأمر جيداً وبالتالي تحمل خطوة واشنطن في هذا التوقيت دلالات سياسية قد يكون لها إنعكاساتها على العلاقة بين البلدين لاحقاً فبحسب محللين يأتي تصنيف الولايات المتحدة لتركيا كراع متورط في تجنيد الأطفال ضمن الضغوط التي تمارسها واشنطن على أنقارة لسحب قواتها من ليبيا في ظل مواصلة الحكومة التركية خرق القرارات الدولية وتمسكها بالوجود غير الشرعي على الأراضي الليبية ووفق محللين يمكن الربط أيضاً بين تصنيف تركيا والمباحثات الدائرة بين واشنطن وأنقارة فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان فرغم ترحيب أمريكا بعرض تركيا البقاء بأفغانستان لتأمين المصالح الأمريكية إلا أن واشنطن ترغب في الوقت ذاته أن ترسل برسالة تضخض من خلالها اعتقد أنقارة بأن عرضها قد يدفع إدارة بايدن إلى أن تغض الطرف عن سياسة أنقارة المزعزعة للاستقرار في المنطقة يأتي إدراج أمريكا لتركيا على قوائم الدول المتورطة بتجنيذ الأطفال كترجمة لمساعي واشنطن للضغط على أنقارة في ضوء العلاقات المتوترة بين البلدين الأمر الذي ينذر بتوتر جديد قد تشهده العلاقات بينهما خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر